وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغايبين له عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقالا حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مراتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهدون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر